عشرة مهن حرام أنك تشتغلها أولاً الحلاق الرجل الذي يشتغل حلاق نسائي حرام لأن النبي قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأة لا تحل له ثانياً الكاتب الذي يكتب عقود الربا لأن النبي لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه الثالث هو الرسام الذي يرسم أو ينحث ذوات أرواح حرام لأن النبي قال كل مصور في النار الرابع هو البائع الذي يبيع الدخان والأراجيل ووصلاة الشعر لا يجوز الخامس هو الناذل الذي يشتغل بتقديم الخمر أو يشتغل بمعاصر الخمر كبير من الكبائر السادس هو المطرب الذي يغني بالأعراس على الموسيقى السابع هو البناء الذي يبني صالات القمار والكنائس لأنه الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الثامن هو المشعوذ الذي يشتغل بالسحر كبير من الكبائر التاسع هو الوشام الذي يشتغل بالوشم حرام والأخير هو المزارع الذي يشتغل بتربية الخنازير التاسع هو المجاوذر اشتركوا في القناة